هذا التشدد الذي بدأ واضحا على لسان وزير الخارجية الأمريكي بلينكين إزاء طهران هل مثل مفاجأة بتصورك للطرف الإيراني اليسيمة بأن بعض التقديرات خلال الفترة الماضية بالإمكان القول بأنها ربما كانت تستبشر خيرا من هذه الإدارة الديمقراطية الجديدة تحياتي لك للضيف العزيز والمشاهدين الكرام في الواقع نحن ننتظر خطوة واقعية من تجاه الإدارة الأمريكية لحد الآن نحن نعلم أن حكومة بايدن لم تستطيع أن تستقر عمليا في الإدارة الأمريكية هي لديها مشاكل في الداخل الأمريكي لحد الآن كبار المدراء الموجودون في الدوائر الأمريكية لديهم نفس الاتجاهات التي كانت لدى ترامب لربما بايدن يحتاج إلى بعض الوقت ليقوم بالتغييرات الجزرية في الوزارات خاصة وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمن وغيرها ولكن عمليا هم يعلمون جيدا فريق بايدن كله تقريبا كان دخيلا في المفاوضات النووية وهذا الفريق هو الذي وقع على الاتفاق النووي وهو الذي فاوض الإيرانيين هو لديه أكثر الفرق لربما نستطيع أن نقول إشرافا على هذا الملاح هو يعلم أن إيران ما زالت في الاتفاق النووي لم تخرج من الاتفاق النووي لكي تعود إليه الولايات المتحدة خرجت إيران حتى عدم تنفيذ بعض التعهدات في الاتفاق النووي هو بموجب الاتفاق النووي يعني بموجب المادة 36 و37 من الاتفاق النووي يعني هي لم تقم بالخروج من هذا الاتفاق كي تعود إليه الولايات المتحدة هي التي خرجت من الاتفاق هي التي لم تنفيذ تعودتها هي التي فرضت عقوبات إضافية على إيران وهي التي يجب أن تكفر عن ذنوبها وعن ما فعلته خلال السنواتين الموديتين لكن دكتور عماد كون هذا الفريق الأمريكي الجديد هو نفس الفريق الذي خاض المفاوضات مع طهران قبل أعوام وتوصل لهذا الاتفاق النووي ألا تعتقد هنا بأن ما نسمعه على لسان بلينكين هو انعكاس لسياسة أصيلة لدى هذه الإدارة الديمقراطية لاستمرار لنقل لتركة الإدارة السابقة في الواقع ما نسمعه هو ليس ما يفعلونه ما يهم إيران هو ما تفعله الإدارة الأمريكية وليس ما يخرج على لسان بلينكين أو حتى بايدن نحن نعلم أن بلينكين وبايدن لديهم معزورات خاصة تجاه إسرائيل وقلفائهم العرب في الخليج الفارسي ولهذا فهم ممكن أن يخرجوا بتصريحات لترضي هذه الدول ولكن عمليا ماذا يفعلونه هذا مهم اليوم المهم بالنسبة لإيران ليس عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لربما حتى إيران تفضل أن لا تعود الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق المهم في إيران أن تقوم الولايات المتحدة كيف ذلك سيد عماد؟ بلينة طهران تفضل عدم عودة الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق وهو ما يبدو مخالفا لما نسمعه من تصريحات متكررة على لسان وزير الخارجي الإيراني ضريف لا هذا ما جاء على لسان المرشد وما يأتي على لسان المرشد هو موقف الرسمي الإيراني لربما السيد الزريف ممكن أن يتكلم بدبلوماسية في بعض الظروف ويحول كلام أو حوار المرشد إلى دبلوماسية ولكن الواقع أن إيران لا يهمها عودة الولايات المتحدة ما يهمها هو رفع العقوبات حتى هي إيران وقعت على هذا الاتفاق على الاتفاق النووي ونفذت هذا الاتفاق بحذف رهو حسب تقارير المؤسسة الدولية للطاقة الثرية التي أعطت 14 تقريرا أن إيران تقوم بتنفيذ تعهداتها إيران نفذته فقط الهدف كان رفع العقوبات إذا ما لا ترفع العقوبات فليس هناك أي دليل لإيران أن تقوم بتنفيذ هذا الاتفاق اليوم أن تعود إيران عن تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي وثم تنتظر الولايات المتحدة أي متى تقرر أن ترفع العقوبات غير منطقي طيب